ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مرسل القاهرة الإخبارية رامي بالطبع أهلا بك في البداية في ضوء كل المعلومات التي تتواطر حول هذا الشخص ما الذي نعرفه عنه حتى الآن؟ مرحبا داليا حتى الآن هذا الشخص يدعى جاك تشيرا يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما جندي في سلاح أو عفوا الحرس الوطني الجوي الخاص بولاية مساشوسيتس ويعيش في نفس الولاية تم مدهمة محل إقامته من قبل الـ FBI وقام بالاستسلام بلا أي مقاومة وأظهرت لنا الصور التي نشرت على جميع وسائل إعلام الأمريكية وهو يسلم نفسه طواعية بعد وقوف أو محاصرة قوات الـ FBI ومكتب التحقيقات الفيدرالي محاصرة منزله فخرج لهم طواعية وطلبوا منه أن يتقدم نحوهم ببطء ووصل إليهم وقاموا بتكبيله ثم وضعوه في السيارة وأخذوه إلى حيث سيتم التحقيق معه وزير العدل الأمريكي قال إنه ستتم حكمته أمام مدعي عام مسا سوسيتش كذلك من ضمن المعلومات عن هذا الشخص جاك تيشيرا هو أنه يدير صفحة أو موقع من موقع التواصل الاجتماعي مخصص لألعاب الفيديو هذا كل ما نعرفه عنه حتى الآن أما عن دوافع تيشيرا فلا أحد يعلم حتى الآن لماذا قام بهذا التسريب ملاسة الدوافع فقط رامي ربما هي الجزئية التي تستدعي التساؤل أيضا هل يعمل بمفرده رامي أم أنه ينضم ربما لتنظيم معين ربما هو مدفوع من جهات معينة هل هناك معلومات حول كل هذه الأمور ليس هناك في الحقيقة أي معلومات حول هذا الأمر عندما ظهر المتحدث باسم البنتاجون منذ قليل في مؤتمر صحفي كان متحفظا للغاية وكان كلما سأله أحد الصحفيين عن تفاصيل التحقيقات كان يقول دعونا ننتظر التحقيقات ولا يجب أن نستبق الأحداث ونحن ننتظر التحقيقات وسوف نعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها حتى الآن ليس معروفا إذا كان جاك تشيرا نديه شركاء هل هؤلاء الشركاء داخل منظومة البنتاجون الأمريكية أو هل هؤلاء الشركاء أجانب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه أسئلة مطروحة في الحقيقة يتراحى الصحفيين ولكن السؤال ربما الأكثر والذي يحتاج إلى إجاب عنه وهو السؤال الأهم والذي شاهدته على كل وسائل الإعلام الأمريكية اليوم كيف الشاب يبلغ من العمر 21 عاما هو مجرد جندي في الحرس الوطني الجوي في أحد الولايات أن يصل إلى هذه المعلومات حتى الآن هذا هو السؤال الذي يتداوله المراقبون وتتداوله وسائل الإعلام الأمريكية وأعتقد أنه لن يجاب عنه ربما العالم كله يسأل هل من حقه الاطلاع عليها نعم حول مدى ربما أمان وسرية المعلومات في الولايات المتحدة بكل هذا الضجيج الذي أحدثته تلك التسريبات لكن ليه سؤال قانوني فيما يتعلق بهذا الشاب رامي أولا طبيعة التهم التي قد يواجهها والعقوبات حول هذه التهم أيضا الشاب ألقي القبض عليهم منذ ساعتين تقريبا ليس هناك حتى الآن تهم محددة موجهة إليه ولكن إحدى هذه التهم التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية هي تهمة الإضرار بالولايات المتحدة الأمريكية وهذه تهمة كبيرة وضخمة أعتقد أن عقوبتها ستكون عقوبة كبيرة قد تلقي به خلف القطبان لعدة سنوات هذا بالإضافة إلى ما يستجد من تهم أخرى ستوجهها إليه وزارة العدل وسيوجهها إليه مدعي عام ولاية مسا سوسيتش عندما يحقق معه وينتهي من التحقيق معه نعم رامي أخيرا ربما كان من اللافت للنظر أن الرئيس بايدن في تصريحاته حول هذه التسريبات قلل من أهمياتها بشكل أو بآخر في حين البنتاجون ربما أنت أشرت للتصريحات التي خرجت قبل قليل أشار إلى أنها قد تؤثر على علاقات الولايات المتحدة بحلفائها إلى أي مدى هذين الرأيين أحدهما يسير في الاتجاه الصحيح نستطيع فقط أن نستعرض الرأيين الرأي الأول وهو رأي البنتاجون وهو أن قد تؤدي هذه الوثائق أو محتوى هذه الوثائق قد يؤدي إلى التأثير على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها وشركائها ولكن عندما نذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن سنجده أنه قال أنه قلق من عملية التسريب نفسها عملية تسريب الوثائق ولكنه ليس قلقا حيال محتوى هذه الوثائق هو لا يقلل من الوثائق في حد ذاتها أو من تسريبها هو يرى أن عملية التسريب هي أمر خطير وهو أمر يضر بالفعل بالمصلحة الوطنية الأمريكية ولكنه في نفس الوقت قال أن محتوى هذه الوثائق محتوى قديم ومعروف للكثيرين يتضمن ربما بعض المعلومات وهو غير قلق من علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها وأي عمليات أخرى تقودها الولايات المتحدة سواء في أوكرانيا أو غيرها ليس قلقا من هذه الوثائق وتأثيرها عليها هذا ما قاله بايدن حتى الآن ولكنه مثله مثل كل من في الإدارة الأمريكية يقلق حيال شيء واحد مهم وهو كيف تتسرب هذه الوثائق هذه مسألة خطيرة